أزمة حادة في المشتقات النفطية تلك التي تعيشها معظم محافظات العراق حيث الطوابير الطويلة لأصحاب السيارات الذين يقفون في محطات التعبئة منذ الفجر وحتى الظهيرة للحصول على بضع لترات من الوقود أزمة أدت إلى حدوث مشاكل عديدة للسكان في ظل الاحتياج الشديد للمحروقات في فصل الشتاء بعد تنص لوزارة النفط الحالية من وعودها بإنهاء الأزمة حيث اعترف مسؤولون في الوزارة بأن هناك تقصيرا كبيرا في التجهيز وتوفير الاحتياجات اللازمة للتفريغ والتوزيع بين المحافظات فيما تتصدر محافظات بغداد ونينوى وديالا وصلاح الدين والأنبار وذيقار والتأميم قائمة المناطق الأكثر تأثرا بالأزمة تقصير حكومي أظهر بوضوح أن سوء الإدارة وغياب التخطيط أزمة مزمنة يعيشها العراق وهي ليست بمعزل عن الأزمات الأخرى التي تعاني منها قطاعات مختلفة بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة لكن الفشل وسوء الإدارة ليس السبب الوحيد في أزمة الوقود إذ أن الميليشيات التي تدير أوكارا مخصصة لتهريب النفط في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأمام أنظار القوات الحكومية تفاقم الأزمة وتكبد اقتصاد البلاد خسائر فادحة وهي محمية من قبل أحزاب وميليشيات وفقا لشبكة S&P Global الأمريكية وبناء على تلك المعطيات يؤكد المواطنون أن أزمة الوقود مفتعلة من قبل وزارة النفط ولا يعرف بالتحديد ما الغرض من افتعالها بعد تقليص حصص التجهيز للمحافظات وإهمال وتقصير المسؤولين في توسعة المحطات القديمة وبناء محطات تعبئة حكومية جديدة ومنذ عام 2003 لم تطور وزارة النفط المصافي النفطية الوطنية وتركتها متهالكة وفي المقابل تلجأ الحكومات المتعاقبة إلى استيراد المشتقات النفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا والتي تبلغ نسبتها أكثر من 70% من الحاجة الفعلية للبلاد